قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا ان قطع غزة يشهد حالة جوع وتشويع في مشاهد صادمة للفلسطينيين والعالم اشتيا وفي كلمة له في مستهل جلستي الحكومة برمالة الاربعاء اوضح ان الناس لم يعودوا قادرين على حمل اجسادهم التي هزلت على حد تعبيره مؤكدا ان المجاعة في غزة سببها منع اصار الطعام ومنع الوصول اليه مشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي مجرم بتهمة التجويع ومجرم بتهمة القتل جوعا على حد وصفه طع غزة يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة لنا وللعالم اطفال رضع بدون حليب وبعضهم استشهدت امهاتهم واطفال يبحثون عن لكمة عيش في طوابير طويلة ولا يصلهم الدور تسع وثمانين يوم من التجويع لغرض القتل والموت جوع حتى حسابات السعرات الحرارية التي يحتاجها الانسان لكوت يومه ضربتها اسرائيل بمدفع الاجرام اناس خارت قواهم ولم يعودوا قادرين على حمل اجسادهم التي هزلت واصبحت معرضة للأوبئة والامراض الاحتلال الاسرائيلي مجرم بتهمة التجويع ومجرم بتهمة القتل جوعا ومجرم بمنع وصول الطعام